اهلا بحضركم من جديد والفقرة الحوارية في برنامج السادسة النهاردة الفقرة الحوارية هتكون تفاصيل فنية اكتر والحديث عن الاستعدادات الفنية لكل المنتخبين منتخب مصر ومنتخب نيجيريا مدرب وطني جوستون ايجوفالي بيقود منتخب نيجيريا والمدرب البرتغالي قارلوس ساكيروش بيقود منتخبنا الوطني في اولى منافسات كاس الأمم الفرقية غدا امام المصور النيجيريا فأزيل فقرة الحوارية بيناورني وبيشرفني المحلل الفني الكابتن شريف فاسالة كابتن شريف منور الدنيا وسعيد بوجودك معي ازاك يا محمد وانت كمان منور الله يخليك طب عزيزي نتكلم بقى على منافسات كاس الأمم انبارح كان ضربة البداية الكاميرون بوركينا فاسه الرأس الأخضر وفوزها على إسيوبيا والكاميرون فازت طبعا اثنين واحدة على بوركينا نهاردة مباراة متوسط المستوى السنغيال فازت بهدف فرق الجزاء للساج وانه في الدقائق الأخيرة من المباراة على زنبابوي مغرب وغيانا دلوقتي غينية وملاوة أيضا في نفس التوقيت دلوقتي شايف المنافسات ازاي والمباراة ومدى قوتها من بداية البطولة واضح ان الجودة مش هتبقى احسن حاجة في اول مباراة يعني ده واضح على كل المباراة التي تلعبت لحد دلوقتي مش عايز اتكلم عن الجزء التنظيمي اللي هو واضح برضو ان لازال مش احسن حاجة او ممكن يكون في احسن من كده ماتش الكاميرون امبارح انا كنت متوقع على المباراة تكون احسن من كده الحقيقة لكن انا شفت ان بوركينا عملت ماتش كويس قوي الكاميرون دخلت تقريبا بعد 35 دقيقة كانت تقريبا بره المباراة تماما لمدة 30-35 دقيقة اخطأ سازجة دفاعية من بوركينا دخلت الكاميرون المباراة اثنين واحد الشوت الاول الشوت التاني كانت الجودة فيه برضو متوسط المباراة التانية الحقيقة الجودة قليلة جدا مجدش خالص اه يعني جودة جودة اه يعني وده يمكن عشان عدد الفرق زاد شوية من 16 ل 24 فممكن ده بعض الفرق اللي يمكن بتبقى الكوالاتي بتاعتها مش احسن حاجة بدأت تدخل البطولة فعشان كده بنقول ان دور المجموعات ممكن الماتشوات الاولى فيه ما تكونش احسن حاجة لحد ما نبدأ ندخل من وقتها هتبقى الماتشوات اقوى من كده ماتشوات النهاردة برضو تقريبا نفس الجودة بتاعت مبارح منتظرين بقى ان ماتش مصر ونيجيريا يكون اقوى من كده يعني يكون فيه كورة احسن من كده يكون فيه كمان كوالاتي لعيبة احسن من كده لان فيه مجموعة لعيبة كويسة جدا وفيهم كمان لعيبة جاي من الدور الانجليزي فممكن وقتها ان احنا نشوف يعني جودة الطف من كده ماتشوات السنغال النهاردة تقريبا برضو نفس الكلام كنا متوقعين ان السنغال على ما احنا شفنا او احنا اتفرجنا على منتخب السنغال في الكواليفيكيشنز اللي فاتت كنوقع قوية فكنا منتظرين جودة كويسة قوي بس ده برضو ما حصلش اتصدمت لما شفت اداء المنتخب السنغال النهاردة اتصدمت لانه كنت يعني حتى منتظر ان الجودة المنتخب حتى لو جودة المباراة مش هتبقى احسن حاجة ان حتى جودة السنغال نفسها هتكون احسن من كده بس ده ما حصلش يعني يبقى فيه اجهاد او القوة البدنية والقوة الفنية تظهر من البداية بس ده ما لوش علاقة بالتكتيكالكالت ما لوش علاقة بجودة الفرق ازاي الفرق بتشتغل ازاي الفرق بتقدم اداء ده ما لوش علاقة لان انا ممكن ابزل مجهود اقل من المجهود الطبيعي اللي انا ببزله في التسعين ديئة لكن في نفس الوقت احافز على اولا التلاتة بونط بتوعي اللي انا كنت اصلا اخساره من النهاردة تاني حاجة ابدأ احافز على فكرة ان تبقى مجموعة اللعيبة اللي بتشتغل بتقدم جودة تكتيكية كويسة جدا وده ما حصلش لا لانا شفت جودة تكتيكية من المدير الفني ولا في نفس الوقت انا شفت اداء في الملعب يحافز على التلاتة بونط لان التلاتة بونط هم جون في اخر ثانية تقريبا ده في الديار 94 من ركل الجزاء يعني ده الحاكم الجواتمالي بالضبط فما شفتش جودة الحقيقة لحد دلوقتي من اي منتخب منتظر ان انا شوف ده بقى من منتخب مصر ونيجيريا لان دي اعتبر هتكون من المباراة القوية جدا في طب نتكلم برضه في جزء فني مهم جدا كل المباراة الودية اللي كانت متحضرة للمنتخبات خلال الفترة الاخيرة قبل انطلاق المنافسات دي ضرورت بنسبة 80-90% لغت هل الغاء المباراة الودية وعدم اقامة مباراة الودية ومعسكرات اعداد بشكل جيد وحتى استدعاء المحترفين كان قبل البطولة بحوالي خمس ستية ممكن كل ده يكون قربك شوية الحسابات الفنية للمدربين بقدروش يحطوا التاكتيك او الشغل الفني ليهم مع بداية انطلاق البطولة مش هحط ده كأكسكيوز برضه لان كل المنتخبات المنتخبات الاكوية العربية هي قريدي اصلا لعبة بطولة عربية حتى لو لعبت بالعيو رقم اتنين بس لازال ان هم برضو استيل لعب وماتشات كوي بس ده المنتخبات العربية المنتخبات الافريقية كان قريدي اصلا بتنهي احنا ما بعدناش قوي عن التصفيات بتاعت كاس العالم قد في نوفمبر اه فاحنا مش بعيد قوي عنها فلا ما اعتقدش ان ده هيبقي اكسكيوز في مكانه بالنسبة للمنتخبات انا بحاول اشوك مبرر بس يعني ايه لا اهي انا بالنسبة لي هتفضل الموضوع في جودة بدل 16 ل24 اذا انت شايف البطولة تبدأ منافستها ومبارياتها بجد من نوك اوت ستيج من نوك اوت دور 16 ودور 8 8 8 كمان 8 اه لان يعني انا مثلا بالنسبة لي المنتخب اللي احنا هنلعبه اللي هو نهيجيريا تصنيف اول في الفرق اللي صعدت لتصفيات المباراة الفاصلة بتاعت كاس العالم انا بشوف برضو ان هو يعني ميش اقوى منتخب افقد لعيبة هيبقى فاقد لعيبة قوية قدامنا زي اكيد يعني انا بالنسبة لي مثلا المنتخب النهيجيري اللي هو يعتبر المنتخب القوي اللي موجود في مجموعتنا برضو الكواليتي مش احسن حاجة المدير الفني برضو مدير الفني مؤقت انا حاسس ان جودة يعني هي البطولة تم يعني كانوا مصرين يلعبوها وانا مبسوط الحقيقة لان انا حاسس ان احنا كارة افريكا تستحق مكان اكبر من كده في الكورة بس الاصرار على البطولة لا مش هيقدم جودة احسن حاجة لا على مستوى المنتخبات لا على الجزء التكتكال كمدربين ولا حتى على مستوى التنظيم بس هتبقى البطولة اتلعبت هتبقى البطولة اتلعبت طيب هل فيروس كورونا هيحسن مسألة المنافسة على كأس الامر يعني كل منتخب بيطلع في المؤتمر الصحفي يقولك انا منافس الاقوالية كذا انا المرشح الاوفر حظا الفرق المرشحة ممكن تكون كذا وكذا وكذا لكن فيروس كورونا مع انطلاق مباريات البطولة ابتدى يستبعد بعض اللعب المؤسسين نهاردة السنة غالب يتلعب بدون ادوار ديميندي وكوليبالي هل فيروس كورونا هيكون حاسم في مسألة الفرق المرشحة او المنافسة على اللقب بالنسبة 100% 100% لان كل المنتخبات هو كل منتخب مفيش منتخب افريكي دلوقتي عنده مجموعة ضعيبة او بنتكلم عنده تيم 11 كويسين ده مش حاصل مفيش ولا منتخب تعالوا نبص على المنتخبات يمكن المنتخب الاكثر يعني تكاملا الجزائر هو ده المنتخب اللي انت يقدر تقول هو فعلا الاحتياطي عنده قوي جدا مكان الاساسي لكن تعالوا نبص على كل المنتخبات المرشحة خمس ست منتخبات لا البديل مش كوي زي الاساسي فغياب الاساسي لا 100% هي اصر 100% هي اصر على نتيجة موتشات وعلى نتيجة البطولة نتيجة مبارات ونتيجة بطولة او طبعا مجموعة اللعيبة اللي موجودة لما نيجي نبص عليهم واحد واحد كده يعني تعالوا مثلا نروح لمنتخب مصر هو انه لو شلت صلاح هحط مين لو شلت النن يحط مين لو شلت الشنها هحط مين مع احترامي لأسامي اللي موجودة رقم 2 كلها في الآخر العيبة بتخدم منتخب مصر وكلها العيبة جودتها كويسة بس النن فيه اعتقد في مركازو فيه يعني اعتقد لا يعني اعمر الصلاح مصاب بس اول مباراة انت توصد اه يعني في اي وقت ما هو لما هنوصل لأن عمر الصلاح موجود هيبها لتنين اللي بيلعب Rose هو النن و الصلاح النن والصلاح النن والصلاح الاتنين الاثنين هيلعبوا التمانيات مع حمدي حمدي فتح طب أنا لما يشيل واحد من الاثنين نحط مين هتلاقي فرق الجودة يا فيه فرق جودة كبير في الجزء كاسكلفل وفيه فرق جودة في العنصر البدني إمام عشور بديل لهم؟ أنا عندي مش كمركز أنا أصد كمركز هو كمركز إمام هيبقى موجود طبعا يعني يبقى بديل لأنه هو اللاعب بيلعب في الزمالك مركز تماني بس إحنا لما نروح لإمام عشور نتفرج نتفرج عليه هو بيقدم إيمة على الزمالك عشان يبقى إنديكيشن هو هيقدم إيمة على المنتخب سواء لبديل الصلاية أو إنك ليه لا بعيد من الفترات طبعا الراجل كان بيجرب فيها زيزو كان بيجرب فيها أيمن أشرف يعني حسين فيصل جرب فيها لعيبة هي أصلا مشترع في المكان ده يعني جاب لعيب مدافع حطه في المكان ده ما قدمش أحسن جودة وإن كان لعب دايق قليلة اللي هو أيمن أشرف بس حتى في الدايق قليلة كان واضح قوي أنه دايق في المكان زيزو لما لعبها قدم يعني قدم الجزء الهجومي كويس بس الجزء بتاع التماركز الدفاعي قدمه وحش أو مش أحسن حاجة يعني فالبديل في المنتخب لا الشناوي مثلا بلاشة الشناوي أكرم اللي هو اللاعب أصلا اللي هو أساسا مش لعيب رايد باك أنا لما هشيل أكرم هحط مين مع احترامي طبعا لعمر كمال عبد الواحد لكن هو حتى ما بيلعباش في فرقته يعني حتى مبارات الأهلي اللي هي اعتبر أقوى مبارات الفيوتشر في الدوري اللي كان بيلعبها ندفد في الخمسة واربعين ديالة أولى فستيل هو برضو مش لعيب رايد باك كان ندفد الباك رايد اه فبردو هتلاقي لأ فرق الجودة يعني من دي في الصنغال فرق الجودة كبير لو رحنا لمنتخب ناجيريا لما نشيل مثلا انديلي اللعيب الديفندر ونحط انكايا فرق الجودة هيبقى فرق جودة كبير لما نشيل ساديو مانيه يعني هتلاقي دايما ان السوبر ستار في المكان الجودة بتاعت رقمي 2 اللي بعده لأ هتبقى مؤثرة بشكل كبير جدا ممنسبة الجودة ما استغربتش مبارح بالهدف الأحرس في مرمى الكاميرون والغلطة اللي عملها أونانا ده حارس آيكس وبيلعب في الدوري الأوروبي هوضح اللعيبة لما نبتيجي في أفريقيا انت ما استغربتش اللعيبة لما نبتيجي في أفريقيا هتستعيد ذاكرة أفريقيا وطبعا كان خطأ سازج جدا حتى دربتين الجزاء أخطأ سازجة جدا من دفاع بوركينا لكن كأونانا بقى كلعيب يلعب في دوري أفطال أوروبا وحتى أعتقد كان مرشح من في فترة انه هو ينضم لبرشلونة لكن طبعا كان خطأ غريب جدا وحتى قبل خطأ الجول لو الكرة الأولى اللي ترافعت من من الباكليفت بتاع بوركينا كرة نزلة في العرضة يعني هو حتى ايديو خوطت نرجع نتكلم ولسه عندنا تفاصيل فنية مع محلل الفن الشريف سالم لكن أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ولسه عندنا تفاصيل أكتر بخصوص الاستعداد الفني لكل المنتخبين مصر ونيجيريا